عسكري وأمني وشراكة اقتصادية بعيدة المدى أهم عناوين قمة بوتن واردوغا القوات العراقية تسيطر على مواقع جديدة غربي الموصل وتنظيم الدولة يشن هجامات عنيفة على مواقعها قرب مطار تلعفر مجموعة أمنية روسية تكشف وجود قوة روسية خاصة في ليبيا وتتوقع تعزيز موسكو دعمها لحفتر أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم تأتيكم من التلفزيون العربي في لندن أكد الرئيس التركي رجب طيب واردوغان رغبة بلاده في التعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للسيطرة على مدينة منبج السورية التي تعتبرها أنقر جزءا من المنطقة الآمنة التي تعتزم إقامتها على حدودها وتوقع أردوغان خلال مؤتمر الصحفي مع نظره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أن ترفع روسيا العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على تركيا إثر حادث إسقاط الطائرة الروسية في سوريا من جهته أشهد بوتين بالتعاون الروسي التركي لحل الأزمة السورية واعتبر أن البلدين يعملان بشكل نشط لتسوية عدة أزمات وأشدد الرئيس الروسي على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب وتناولت محادثات زعيمين أيضا تعاون في مجالات الصناعة والطاقة ينبغي أن نولي اهتماما خاصا للتعاون العسكري التقني والتنسيق عبر هيئات إنفاذ القانون والأجهزة الخاصة بما في ذلك مجال محاربة الإرهاب أجهزة إنفاذ القانون الروسية معنية بإقرار قنوات لتبادل المعلومات بشأن تحركات الأشخاص الضالعين في أنشطة إرهابية على أراضي بلدين تتسارع وتيرة استعادة العلاقات التركية الروسية والتي توجهت اليوم بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردغان إلى العاصمة الروسية موسكو زيارة وصفت من قبل خبراء بأنها لن تكون سهلة فالتركيا الساعية إلى الوصول لحل يحفظ مصالحها في سوريا وتسهيل الحصول على منظومات أس أربعمائة ساروخية الروسية المتطورة تحاول كذلك استعادة أمجاد التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي تأثر منذ إسقاط أنقرة طائرة الروسية في نوفمبر 22 عام 2015 والتي وصفها الرئيس بوتين بالطعنة في الظهر الدب الروسي يتطلع من الضيف التركي الكبير إلى إجابات وحلول للقضايا العالقة بين البلدين أولها إيجاد حل للأزمة السورية يحفظ مصالح موسكو الاستراتيجية في المياه الدافئة بالمتوسط وتعزيز التنصيق بين أجهزة البلدين الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب وخصوصا تلك المتعلقة بالمقاتلين المسلمين الروس الذين ننضم للمعارضة السورية المسلحة بالإضافة إلى آخر مستجدات التحقيق في اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف وتسهيلة أنقرة نقل الغاز الروسي إلى تركيا ويرق برأو أن قوة العلاقات بين البلدين مرهونة بالتوافق على هذه المواضيع بالإضافة إلى أن موسكو تدرك المأزك الذي تمر به تركيا بدءا من تراجع زخم علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتوتر علاقاتها مع جارتها أرمينا واليونان بالإضافة إلى الوضع الداخلي المتأزم في البلاد أمور تدركها موسكو جيدا وقد تحسن استغلالها في الحصول على تنازلات أكثر من أنقرة بخصوص ملفات طراروسيا أنها استراتيجية بالنسبة لها أنظموا لينا من موسكو الكاتب الصحفي سيد رائد جبر أهلا بك معنا سيد رائد على ضو هذه الزيارة ما هي حدود التعاون الروسي التركي في سوريا وهل يمكن لتركيا وهي عضو في الناتو أن تنفتح بمنظومة معلوماتها في ملاحقة المطلوبين مع الجانب الروسي نعم مساء الخير بداية يبدو بالفعل أن التعاون يشهد منعطف أساسي الآن منذ حوالي أكتوبر الماضي حتى الآن طبعا شهدت العلاقات التطور كبير وتعاون كبير أتى نتائجه في سوريا عموما من خلال وقف اطلاق النار والتوجه إلى استناء ودفع مسيرة التسوية يعني مفوضات جينيف أصلا إنما الآن يبدو أنه نحن أمام منعطف يعني اليوم شهدنا تناغم كبير في اللغة برغم وجود بعض الملفات التي ما زالت عالقة ملفات خلافية يعني الوضع حول منبج خلافي إلى حد بعيد مسألة المناطق الآمنة التي تكرر أحيانا تركيا الحديث عنها مسألة خلافية الأسد مصيره مسألة خلافية ولكن يبدو أنه هناك نية حقيقية لإطلاق ما يمكن وصفه بأنه خريطة الطريق متكاملة لتحسين تعزيز العلاقات ودفعها إلى مستويات غير مسبوقة ربما حتى أفضل مما كانت عليه في السابق كما تعهد الرئيسان الآن نحن أمام مشهد في سوريا أنه بالفعل التعاون الأمني العسكري يعني عندما يتم التركيز على هذه النقطة بالتحديد أكثر من مرة خلال المؤتمر الصحفي المشترك للرئيسين يعني يبدو أنه بالفعل هناك توجه في هذا الاتجاه إنما إلى أي درجة تركيا مستعدة للانفتاح يعني أعتقد أنه تركيا بالفعل بدأت بالانفتاح على روسيا وهي تحاول أن تقيم توازنا في علاقاتها من طرف مع حلف الأطلسي ومن الطرف الآخر مع روسيا المؤشر الأول ليس فقط تبادل المعلومات بالمناسبة يعني جرى مناقشة مثلا بيع أنظمة صاروخية من طراز S400 إلى تركيا إذا تمت هذه الصفقة وهناك رغبة تركية قوية وهناك محادثات جادة حول هذا الموضوع على مستوى الخبراء الآن تدور إذا تمت هذه الصفقة لن تكون فقط الأولى والأطخم بالنسبة لتركيا طبعا ولكن الأولى من نوعها لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي إذن نحن أمام تطور مهم لا يقتصر فقط على المستوى المعلوماتي يعني إنما على المستوى المعلوماتي يعني إذا نتحدث على نعم تفضل نعم يعني على المستوى المعلوماتي هناك تفاهم واضح كان على مسألة التبادل المطلوبين أو التنسيق من أجل ملاحقة المطلوبين لدى البلدين في هذا المجال هناك حديث عن أن أردوغان طرح موضوع جولن وجماعة جولن وملاحقتهم وأن مساعدة روسية في هذا الأمر وأيضا روسيا لديها لائحة طويلة من المطلوبين من روسيا تطرح نقاط عديدة ولكن باختصار سيد راد يعني تطرح نقاط عديدة ولكن دعنا نتحدث باختصار يعني أين تلتقي روسيا بتركيا في الملف السوري تحديدا أولا الأهداف الأساسية مشتركة يعني أن الحفاظ على سوريا دولة موحدة من دون السماح بنشوء كيانات انفصالية فيها هذا أمر تلتقي عليه روسيا وتركيا النقطة الثانية ضرورة الانتقال الآن ما بعد معركة حلب إلى التسوية السياسية ضمن موازين القوى القائمة حاليا لا بأس يعني لكن ضرورة الانتقال للتسوية السياسية هذا بالأمر يجمع موسكو وأنقرة بالمقابل هو لا تتفق عليه دمشق وطهران يعني الطرفان الآخران في هذا الموضوع النقطة الثالثة ربما أنه طبيعة التنسيق الأمني والعسكري المطلوب حاليا هو مطلوب ويلبي مصلحة البلدين في سوريا بالتحديد لذلك مجموعة من النقاط تقاطعة المصالح بين البلدين إذا ما نظرنا نظرة عامة هناك إشارات ربما روسية إلى تركيا بأنها قد تطلب منها التخلي عن فصال تعتبرها روسيا إرهابية إلى أي مدى ممكن روسيا أن تذهب بهذا الاتجاه وأيضا هناك تساول آخر عن كيف يستقيم أن يتحدث أردوغان عن رغبته في أن يكون تحت غطاء التحالف الدولي وفي نفس الوقت ينسق مع روسيا بالنسبة للموضوع الأول هناك التفاهم كبير بين البلدين حتى الآن كان على طبيعة توزيع الفصائل أو تقسيمها عملية العزل والفصل ودفع الفصائل المسلحة إلى طاولة المفاوضات كل هذا جرى بسبب تنسيق روسي تركي وهناك ارتياح لدى الطرفين لهذه المسألة إلى أي درجة يمكن أن تذهب تركيا أبعد من ذلك يبدو أنه بالفعل إذا وجدت أن الأمور تستدعي الميدانية أقصد تستدعي ذلك ربما تذهب أبعد من ذلك بالفعل على أرض الواقع الموضوع الثاني طبعا تركيا الآن بحاجة للتنسيق مع الروس بحاجة لدفع هذا التعاون إلى أبعد درجة ممكنة حتى لو كانت هناك خلافات حتى لو أدى ذلك إلى خلافات مع الأطلسي لكن مسألة التنسيق مع التحالف الدولي بالمناسبة أردوغان طرحها في المؤتمر الصحفي بلغة مشتركة قال أنه نحن نرغب نحن وروسيا نرغب في هذه الإشارة كانت واضحة إلى جملة بوتين التي سبقتها مباشرة وتحدث فيها عن ضرورة الدعوة الروسية لقيام جبهة موحدة ضد الإرهاب هناك تماشي كان من جانب أردوغان مع هذه النقطة بالتحديد لكن بطبيعة الحال أردوغان لديه مشكلة جدية في منبج ولديه مشكلة جدية مع خطط الولايات المتحدة في الرقة خصوصا إشراك مجموعة سوريا قوات سوريا الديمقراطية لذلك هو الآن يستقوي بالموقف الروسي ويريد أن يعزز مواقفه في هذا الإطار شكرا جزيلا لك من موسكو الكاتبة الصحفية السيد رائد جابر على انضمامك معنا قالت مصادر عسكرية إن قوات النخبة العراقية تمكنت من السيطرة على حي العامل جنوب غربي الموصل بعد معارك ضد تنظيم الدولة وكان قائد عمليات قادمون يانينة والفريق الركن عبدالأمير يا رالله قد أعلن أن قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من تحرير حيي النبي شيط والعقيدات بالجانب الأيمن من المدينة وذكرت مصادر طبية أن مواجهات عنيفة بين القوات العراقية وتنظيم الدولة في محيط مطار تلعفر بالإضافة إلى هجمات انتحارية نفذها عناصر التنظيم الغربي الموصل أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين بعد ثلاثة أسابيع من بدء معركة استعادة النصف الغربي للموصل يقر القادة الميدانيون هنا ببطء التقدم الميداني في استعادة الأحياء السكنية ما يعكس تغييرا في ستراتيجية القوات العراقية التي كانت تركز على تحقيق مكاسب ميدانية سريعة نحن نتقدم ببطء ولسنا مستعجلين لأن طبغرافية الأرض والعراقية الموجودة تمنعنا من التقدم بسرعة لكننا نتقدم ببطء وبأقل ما يمكن من الخسار لأنه النصر السريع المحسوب على الخسار الكثير لا يلاءمنا ويبدو أن قيادة العمليات المشتركة تركز على الاستفادة من تجربة الجانب الشرقي للمدينة الذي استغرقت معارك استعادته من يد تنظيم الدولة أكثر من ثلاثة أشهر الاستعداد كاملة قطعاتها متهيئة الدعم اللوجيستي من قبل قيادة الشرطة الاتحادية مستمر وعلى هذا الأساس تم إشراك صنوف الإسناد من مدفعية وكتائب الهاون بالإضافة إلى سلاح طيران الجيش العراقي لدعم وتغطية تقدم القوات البرية قد تستغرق معركة استعادة النصف الغربي من الموصل وقتا أطول لأن القوات العراقية المشتركة أحكمت الطوق حول المدينة ولم تترك لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة خيارا آخر غير القتال حتى النهاية طارق ماهر التلفزيون العربي من النصف الغربي من الموصل كشف رئيس المجموعة الأمنية الروسية رأس بي أوليك كرينتسين أن قوة من بضع عشرات من المتعاقدين الأمنين الخاصين من روسيا عملوا حتى شهر الماضي في جزء من ليبيا يسيطر عليه القائد العسكري خليفة حفتر وأضاف كرينتسين في تصريح لوكاة رويترز أنه بعث المتعاقدين إلى شرق ليبيا شهر الماضي وتم سحبهم في فبرار الشباط بعد إنجاز مهمتهم وأعرب عن اعتقاده بأن موسكو على استعداد لتعزيز الدعم الدبلوماسي العلني للهواء المتقاعد خليفة حفتر حتى ولو أدى ذلك إلى إثارة استياء الحكومات الغربية الرافضة لتدخل الروسي في المنطقة معنا من طرابلس الصحفي الليبي علي شعيب أهلا بك معنا سيد علي هذا إذن ربما اعتراف خطير من قبل مجموعة أمنية روسية بتواجد عسكري روسي في مناطق وسيطر عليها اللواء حفتر هل من دلالة؟ هذا بالتأكيد يعني تأكيداً للمعلومات التي رشحت خلال زيارة حفتر قبل نهاية السنة 2016 على أساس أنه تم الاتفاق بين روسيا وخليفة حفتر لمنحها لو أن الموضوع أسلحة فقط لهانة العمل ولكن يبدو أن هناك أيضاً اتفاق حتى على منح قواعد عسكرية للاتحاد السوفيتي للروسيا هل رأيتم أي مؤشرات ميدانية تدل على هذا التدخل بالفعل؟ لا المؤشرات الآن هناك يعني حفتر يحاول أن يستجدي دعماً لقواته في الموقف العسكري الحالي الذي يعانيه طيب ما المقصود بالدعم الدبلوماسي الذي ممكن أن يكون علنياً من جانب موسكو؟ لا الدعم الدبلوماسي هذه كلمة فاضفة هو ليس في حاجة إلى الدعم الدبلوماسي لأن الدعم الدبلوماسي أصلاً ليس في حاجة إليه هل يعني نحن أمام مشهد سوري آخر في ليبيا؟ هنا خطورة الموقف أن إذا تدخل الروس في ليبيا من جديد فمعنى ذلك بشرى للليبيين بالبراميل المتفجرة كما فعل بشار الأسد مع مواطنيه السوريين من طرابلس الصحفي الليبي علي الشعيب شكراً جزيلاً ضمامك معنا تتابعون أيضاً في هذه النشرة مهندسة يمنية تفتح أمام نظيراتها مجالات مهنية كانت حكراً على الرجال موسيقى لقيت ثلاثة أشخاص في مسرعهم أصيب آخرون بعد تجدد الاشتباكات داخل مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في ضحية بيروت الجنوبية استخدمت فيها أسلحة رشاشة وقذائف المدفعية وأفادت مراسلتنا أن الاتصالات مستمرة بين الفصال الفلسطينية ومسؤولين من أحزاب اللبنانية لتطويق الوضع ومنع عمليات القنص وقد تدخل الجيش اللبناني لفضل اشتباكات وتشهد المنطقة حالة استنفار أمني ما اضطر عدد من العائلات إلى النزوح خارج المخيم وكانت الاشتباكات قد اندلعت بسبب خلاف بين عائلتين لأنها توقفت أقل من ساعة بعد تدخل قيادات فلسطينية ومساع من حركة أمل وحزب الله قتل ضابطاء شرطة مصريان وأصيب أربعة آخرون مساء أمس من جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت مدرعة للشرطة في محافظة شمال سيناء شمال الشرقي مصر وقالت الداخلية المصرية في بيان لها إن العبوة الناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق استهدفت دورية مراقبة للشرطة ما أدى أيضا إلى مقتل أحد العناصر الإرهابية بينما لاذى الآخرون بالفرار وأوضحت الداخلية أيضا أن قواتها عثرت بجوار أحد منفذي الهجوم على حزام ناسف وتم تعامل معه وإبطاله اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على خطوط عريضة لاتفاق عام لحاجد الدعم السياسي والشعبي للتكتل الذي يعاني من انقسامات وشكوك بعد تصويت بريطانيا بالانسحاب منه وسعى قادة الاتحاد في قمة عقدت في بروكسل إلى تجاوز خلاف حاد مع بولندا بشأن إعادة الثقة في دونالد تاسك للحصول على ولاية ثانية رئيسا للمجلس الأوروبي وأدى الخلاف إلى جدل حاد اتهم خلاله وزير أوروبي ألمانيا بفرض هيمنتها على سير الاتحاد تفادي أي انقسام لوحدة الاتحاد الأوروبي هو ما حاول الزعماء الأوروبيون تحقيقه خلال نقاشهم حول مستقبل الاتحاد فقد اكتفى القادة الأوروبيون بالتأكيد على وجود اتفاق على النقاط الأساسية للبيان الخاص بالاحتفال بمرور ستين عاما على ميثاق روما مؤجلين إصداره حتى يوم الاحتفال في الخامس والعشرين من أذار مارس الجاري وإذا كان النص الرسمي ينص على أن الاتحاد الأوروبي سيظل موحدا بعد الخروج البريطاني فهناك بعض النقاط التي تثير جدلا خاصة تلك المتعلقة بما يسمى أوروبا بسرعات متفاوتة كما تطالب كل من باريس وبرلين وترفض مجموعة من الدول التي تشعر بالقلق من أن تصبح أعضاء ثانوية في الاتحاد لا نريد تغيير المعاهدات فالمعاهدات المطبقة حاليا ستظل كذلك لمدة طويلة وعندما نتحدث عن تعزيز التعاون فهذا يعني أن كل الدول الأعضاء تشارك في النقاش ولكن فقط التي تريد المشاركة في هذا التعاون يمكنها فعل ذلك فالدول التي لا تريد المشاركة في التعاون لا يحق لها التصويت ولكن يمكن لها المشاركة في النقاش وعبر فرض مبدأ أوروبا بسرعات متفاوتة تسعى مجموعة من الدول كألمانيا وفرنسا بدعم من إسبانيا وإيطاليا وغيرها السماح لدول عدة بالتعاون في بعض المجالات كالدفاع مثلا بدون أن تكون مشاركة كل بلدان الاتحاد الأوروبي ضرورية إذا كان البريكزيت لا يعني نهاية الاتحاد الأوروبي كما يردد الزعماء الأوروبيون إلى أنه يشكل جزءا من الأزمة الحادة التي يعاني منها الاتحاد والمتعلقة بمستقبل الكيان لبي فهمي التلفزيون العربي بروكسل أصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة من جراء هجوم عشوائي بالسلاح الأبيض على الركاب في محطة للقطار في مدينة دولستروف الألمانية ويعتقد أن ثلاثة من المصابين جروحهم خطيرة وأكدت الشرطة المحلية أنها تمكنت من القبض على منفذ الهجوم ورجحت أنه يعاني من اضطرابات عقلية وأوضح مصدر أمني أن الرجل يبلغ من العمر 36 عاما وينحدر من غزلافيا السابقة أذو كانت الشرطة قد فادت في بادئ الأمر بأن منفذي الهجوم هم عدة أشخاص مشيرة إلى توقيف شخصين أعلنت سلطات كوريا الجنوبية مقتل شخصين وإصابة آخرين في أعمال عنف اندلعت في أثناء تظاهرات احتجاج ضد قرار المحكمة الدستورية عزل رئيسة البلاد باك جون هاي على خلفية قضية فسد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تزدل الستار وتؤيد قرار البرلمان عزل رئيسة البلاد باك جون هاي من منصبها على خلفية توجيه تهمة فساد شملت شركات كبرى باك انتهكت الدستور والقانون طوال فترة حكمها ومن أجل حماية الدستور قرر جميع القضاة بالإجماع عزل باك من منصبها ردود الفعل الداخلية والخارجية جاءت متفاوتة إلا أن رئيس الوزراء ورئيس البلاد بالإنابة هوانجي كيوآن قال إن الحكومة ستعمل على منع الصراع الداخلي احترم قرار المحكمة الدستورية على الحكومة أن تدير شؤون الدولة بشكل مستقر وأن تعالج النظام الاجتماعي لمنع تفاقم الصراع الداخلي موجة احتجاجات حاشدة اشتاحت شوارع البلاد على إثر قرار العزل تحولت سريعا إلى مواجهات مع الشرطة أسفرت عن وفاة متظاهرين المشاعر كذلك اختلطت فدموع هنا وفرح هناك قرار عزدي باك أول رئيسة منتخبة ديمقراطية لكوريا الجنوبية تجبر على ترك منصبها قد يدخل البلاد في حالة من عدم الاستقرار إلى حين إجراء انتخابات رئاسية خلال الشهرين القادمين في مدينة عدن جنوب اليمن نجحت مهندسة في اقتحام مهنة تصليح الهواتف النقالة التي كانت حكرا على الرجال وتطمح المهندسة الشابة إلى تمهيد الطريق أمام نظيراتها من النساء للعمل في مجال الهندسة الإلكترونية ومجالات أخرى ظلت بعيدة الملال عن النساء بسبب العادات والتقاليد تقرير نبيل اليوسفي لم تنتظر الوظيفة الحكومية بل فتحت محلا لصيانة الجوالات والحواسي المهندسة خلود خالد خريجة هندسة الاتصالات والإلكترونيات بجامعة عدن هي أول مرأة يمنية تفتح محلا في مجال الهندسة الإلكترونية لم تستسلم لانتقادات المجتمع ولا لعاداته وتقاليده وترى أن هذه الصعوبات عزتت لديها روح التحدي في سبيل تحقيق أمنياتها أنا كمرأة دوري أشجع الفتيات أنهم ينخرطوا في جميع الوظائف لأن هذا حق من حقوقهم حقهم في العمل حقهم في مشاركة الرجل في جميع قوانب الحياة سواء كانت العلمية أو العملية لم تحقق خلود من وراء محلها كسباً مالياً فحسب بل حفظت لبنات جنسها أسرارهن بعد تعرض الكثير منهن لسرقة محتوياتهن الخاصة من جوالاتهن سرقة تعرضن بعدها للابتزاز من قبل المهندسين ضعاف النفوس على حد قولها فمحلها يحفظ أسرار النساء قبل أي شيء آخر والأهم من ذلك أنها بدأت تكسب ثقة المجتمع بعملها بعدما اكتسبت الخبرة ونزلت السوق المجتمع رحب جداً بالفكرة وإقبال المتزايد كل يوم ساعات طويلة تقضيها خلود في صيانة الجوالات والحواسيب الإلكترونية بمحلها هنا في مدينة عدن لا يساعدها أحد هذه الساعات على الرغم من الجهد المضن الذي تبدله فيها لكنها كلما أصلحت جوالاً أو حاسوباً ترى أنها سوف تنجح في فتح المجال للنساء اليمنيات لدخول في هذا المجال ومجالات أخرى ظلت حكراً على الرجال نبي لليس في التلفزيون العربي وصلنا إلى الختام شكراً للمتابعة ولللقاء شكراً للمشاهدة